واحدة من الأسئلة المتداولة في قبل رمضان عن ماذا يفعل الشخص العادي لتجنب الإصابة لأمراض الكلا خلال الشهر الكريم طبعا دائما نقول أنه حافظوا على صحتكم لأن الصحة هي تاج على رؤوس المصحين بالنسبة للنصائح هي النصائح التي يجب اتباعها في جميع الأيام وخصوصا في الأيام التي يكون فيها صيام هي عبارة عن أن التأكد من شرب سوائل بكميات كافية هذه لا تقل عن لترين في اليوم وعندما أقول سوائل أنا أتكلم هنا عن الماء ما أتكلم عن المواد التي يكون فيها كافيين مثل الشاه والقهوة أو المواد التي تعتبر مثل المدرات زي مثلا النعناع والبقدونس والبيرة وهذه الأشياء التي يكون فيها أشياء مدرة هنا نتكلم عن الماء لا يقل عن لترين وأحدا من الأسئلة تجيني تقول لي طب كيف أتأكد أنه أنا كمية السوائل الموجودة في جسمي كافية فأنا دائما أقول لهم راقبوا لون البول إذا كان لون البول يكون شفاف مائل إلى قريب من الماء معناه أنه كمية السوائل في جسمكم كفائية هذه بالنسبة للنصيحة الأولى النصيحة الثانية هي عبارة عن الغذاء الصحي الغذاء الصحي هو الغذاء المتنوع الغذاء هو قليل الملح وقليل السكريات ويكون فيه تنوع ما بين النشويات وما بين البروتينات وما بين الخضروات والفواكه يكون هناك تنوع مع مراقبة السعرات الحرارية النقطة الثالثة هي ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة هي يكون التأكد أنه يكون الجو مناسب وكمية السوائل تكون مناسبة وحب عبارة عن المشي بما لا يقل عن ثلاثين دقيقة في اليوم أيضا هو تجنب التدخين وتجنب المسكنات والمضادات الحيوية إلا بوصفة طبية النقطة السادسة هي الفحص المبكر إذا كنت أنت من أحد المصابين بالسكري أو الضغط أو السمنة المفرطة أو لديك تاريخ عائلي من القصور الكلوي فيفضل أيضا الفحص عن وظائف الكلة وهذا يتم بشكل سنوي وإذا كان شخص حابب أن يصوم رمضان وعارف عنده هذه الخطورات يفضل أيضا أنه قبل رمضان يتم بفحص الكلة الأشياء الأخرى هي عبارة عن تجنب الأشياء التي ممكن أن تضر الكلة مثل المشروبات الغازية هذه بالنسبة بشكل عام عن النصائح التي يجب اتباعها في نصائح أخرى للمرضى المصابين بأمراض الكيلة أو أمراض أخرى وهي عبارة عن معرفة متى تناول الأدوية لأنه في بعض الأدوية يمكن تناولها مع الفطور وممكن بعض الأدوية مع السحور على حسب الوصفة الطبية فالرجاء أنك مراجعة طبيبك إذا أنت تاخد أدوية طبية لمعرفة الوقت المناسب لتناول هذه الأدوية ترجمة نانسي قنقر